مساء الفل بنفس التشارطة هو بتاع برنامج رامز نهاردة هنتكلم عن مسلسل بنت السلطان لرجينة او البطولة مطلقة وبسم صامرة وسوسن بدر تلاتة ممثلين تقال قوي وفكرة ان ررجينة تعمل مسلسل وبطولتها يعني خطوة كانت مش متأخرة على فكرة كل حاجة بوقتها وانا شايف ان خطوة موفقة جدا المسلسل من بطولة زي ما قلنا ررجينة وبسم صامرة وسوسن بدر دول اكتر ناس يعني عليهم من تأليف ايمن سلامة وايمن سلامة يا جماعة اللي عامل مع سبق الاصرار وحكاية حال غدا عبد الرازق عامل ولد الغلابة الاحمد الساقة عامل اعمال كتير نجحة متوقع المسلسل ده بي نجح قوي الاعلان هتلاقوه تحته حاجة مهمة جدا المسلسل ده هيبقى مجانا على وياك تطبيق اسمه وياك هتلاقو الاعلان انا هتطلقوه اللينك بتاع الاعلان تحت الاعلان في الصفحة بتاعت وياك وياك ده برنامج زي كده زي نتفلكس وشاهد بس ببلاش هتتفرج على المسلسل كله ببلاش بس فالمسلسل هيبقى متاح على الموقع ده هيبقى متاح في القناة التانية بس هيبقى متاح على الموقع ده بشكل مجاني بس ده اللي عندي وانا متوقع ان المسلسل ده يعمل شغل حلو وشفت كده فيه كزا 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 لقطة وفي من منطقة شعبية مفروض ان هي من اسكندرية اسمها بقى اسمه سلطان حقا كده فهي اسمها بنت السلطان عجباني الفكرة وعجباني الحركة وعجباني طبعا بسم سامرة اللي هو انا بعشاوكا ممثل وفي الادوار الشعبية تحسنهم بممثلش وهو كده فعلا دي طبيعته فعشان كده بنحبه داما في الادوار دي لان فيها مصدقية غير عدية ساوسا بدرة حد خلاص بقى خضرا بشكل خلاص بقت حد حد جامد او حد تقيل يعني بس قولوا رأيكم انتو ايه في المسلسل بشكل عام او في الاعلان و ده اللي عندي النهاردة تاني وما ظنش ان انا هقدر اعمل فيديوهات النهاردة الا اذا بقى اعلان عمر ديه بنزل النهاردة وما ظنش يعني بس لان عندي شغل للنفخ النهاردة مش هنا ما هطبق لي تاني يوم بس واشوفكو على خير لو ما اشتركش في القناة اشترك عشان عايزين نعمل مئة الف قبل نهاية السنة مش عافي ازاي بقى السيانة اتمنى بس سلام اشتركوا في القناة